نعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله أسماء الحسنة بدعوه بها إن الله وملائك فهو مصليون على النبي يا أيها الذين أرموا صلوا عليه وسلم بسكيما وضعوا مصلي وسلم ذلك أسمائك الحسنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على سيدنا ومنحمن التخذف والمنتخذفين والمنتعادة بها وعلى آلك وربطنا محفاة فيه وتعادقا بك ورثما منهم عليك عادقا وتخلقا وتحققا لأسمائك يا رب العالم فضعوا ما يعنى هو الله الذي لا إله إلاه صلوا صلاة أوليك على من جعلته أولية الأخوان وصره وحانيتك سيدنا محمد العظمك ونبيك ورسولك وعلى آله وسلمك أولية إيذاتنا وأوحب أرواحنا نسلم بها محمد الأشبياء ونناد بها حقاء السعداء اللهم يا شهيد يا حاضر لا يقين صلِّ وسلم مبارك على سيدنا محمد العبد الشهيد وعلى آله الذي كان لا يشهد إلا إياما فاجعلته شهيدا على ما سباك صلاة نشهدك بها بكل شيء حتى لا نفهلك بشيء من تحققين بوحدة الشهود بالملك المعبد فإنما تولوا فتم أجه الله وكفى بالله شهيدا ونسألك الفوز عند القرار ومنازل الشهداء وعيش السعداء وموافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم يا حق يا ممين يا من يهدي للحق صلِّ وسلم مبارك على سيدنا محمد العبد الحق وعلى آله الذي كان منهرا للحق فقدرت به على الباطل فإذا هو زاهر والذي قال جاء الحق وزاهر الباطل إن الباطل كان زهوطا صلاة ترثنا بها إرفا من هذا فنكون منفرا للحق فلا دعوة أخوالنا ولا عوام في أنفسنا فنصيرا حقا بصرفا تذنب به كل باطل نزور فتحق بنا الحق وتحق بنا الباطل ولو كانها المجنون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الجنابا واهدنا لمحكول ففينا حق بإذنه إنك تهدي منك شاهد إلى صراط المستقيم اللهم يا وكيل يا كافي من استكفاه صلي وسلم مبارك على سريبنا محمد عبد الوكيل وعلى آله الذي قلت له كما ورد في الصحيح أنت عبي ورسولي سميتك المتوكل وقلت له وتوكل على الضوار فكفى بإذنه وكيله فكان أفضل وأكمل من توكل عليه ممن خلق ولذا أرسلته كافة للناس فكان كافيا لهم ناصحا مهاديا وشقيعة فلا من لي بعدك فنعمل تتوكل ونعمل تتوكل عليه صلاة نتوكل به عليك لكل شؤوننا الظاهرة والخفية في الدنيا والكافرة مفوضين أمرنا إليه وكن حسيبنا وكن كافيبنا يا نعم الوكيل ويا نعم النصير ومن يتوكل على الطالب وحسب إن الظاهر عله أمرك ويجعل الله بكل شيء من قدر أما بعد نمي اضراءة وشرح كتاب منازل الساهرين إلى الحق عز شأن لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأخصار الأروي الفقه الحنبالي المفسر الصوفي المتوفى سنة 81 أربعمائة من الهجرة الأروي الشريفة رحمه الله تعالى وقعه الله يدومه وعلم شيخه وتلامذته وقراء المسحفاته وشرحها في الدارين الأمين ونحن اليوم نتكلم على القسم قبل الأخير وهو قسم الحقائق والأخسام السابقة كلها كانت في السفر الأول وهو سفر النفس حتى تترقى وتشرف وتتمكن ولذا كان آخر باب في السفر الأول هو باب التمكن فإذا تمكنت النفس في سفرها الأول برأت في السفر الثاني أو سفر الروح فالإنسان في سفره برسول إلى الله يساكر ثلاثة أسفار سفر النفس في اليقظة والتوبة والتوكل والاعتصام وغير ذلك كما بيناه حتى تتمكن النفس فإذا تمكنت تم سفرها وبدأ سفر الروح وسفر الروح الروح سفرها في الحقارة ولذا نبدأ بقسم الحقائق وهذا متعلق بالسفر الثاني وسفر الروح ثم قسم النهايات وهو سفر السر وهو السفر الثالث الذي تصل فيه إلى منتهاها وأدن إلى ربك المنتهي قسم الحقائق عشرة أبوات المكاشفة والمشاهدة والمعاينة والحياة والقبض والغسط والسكر والصحب والانقصال والانقصال اليوم نتكلم على المكاشفة والمشاهدة والمعاينة لأنها كلها متقاربة وكل باب فيها يؤثر للذي يبيه المكاشفة الله سبحانه وتعالى يقول لما تصعد الروح كبريها لحظة خروج الروح بتخلص من النفس ففي الحالة دي بقيت فكشفنا عنك غطاء يبقى هناك غطاء يكشف حتى تتم المكاشفة وبالتالي لو ماتت النفس بالرياضة حتى تتمكن من الكمالات قبل خروج الروح تكاشف لكن بعض الناس تترك نفسها لا تروضها ولا تنطيها فلا تكاشف إلا رحظة خروج الروح فكشفنا عنك غطاءك فبصروا دي بقيت ولكن لو روضت نفسك وأنت في دنياك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثوبة واعتصام لله وهمة قصر وعزم كما بينا في الأبواب الكثيرة السابقة تتمكن النفس من الكمالات حتى تصلح لكشف الشجاب فيتم كشف الشجاب وتبدأ المكاشفة الأرواح وعلى شكل كده باب المكاشفة فأنا لو حابتني الباب دا حابتني بأدي الآية وكشفنا عنك غطاءك فبصرواك اليوم أحد لكن الشيخ بدأها بطريقة أخرى تحتاج إلى شرح أما الآية التي بنتها لن تحتاج إلى شرح فيواضح لكن الشيخ أيضا استدل بها بآية أخرى صحيحة في المعنى وهي في نفس المعنى ولكن تحتاج إلى شرح فقال قال الله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى فاستدل من هذه الآية على المكاشفة فأوحى لأن الوحي هو إيه؟ هو الإعلام بخفاء والإعلام بخفاء يكون فيه مكاشفة فإذا كان لنبيه يسمى وحي وإذا كان الولي يسمى مكاشفة يعني مراعاة لجانب النبي نسميه وحي أما في جانب الولي فنسميه مكاشفة زي ربنا قال إيه؟ وأوحينا إلى الحواريين هم الحواريين كل أنبياء؟ بالوحي للأنبياء إذا أوحينا وإنا كاشفنا الحواريين بالحقائق عيسى فأمنوا بي وعلموا أنه رسول من أنبي وأوحينا إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا أمنوا واشهد لأننا مسلم وتلمائرة بأننا مسلم وأوحينا إلى أم موسى أم موسى ليس النبي والوحي للأنبياء يبال الوحي لماعنا المكاشفة أي كاشفناها حيث أنها تيقنات بمعود ربها وأوحينا إلى أم موسى فالوحي يكون للنبي والمكاشفة تكون للولي والفتح بين الوحي بالنبي والمكاشفة للولي أن الوحي لا خطأ فيه ولا شرع أما المكاشفة للولي فقد يخطئ الولي يكشفه لأن الولي ليس بمعصوم والنبي معصوم فهناك فرق بين الولي والنبي النبي معصوم والولي محفوظ فالحفظ للولي والعصم للنبي كما أن الوحي للنبي والمكاشفة للولي ولذا بيّن هذا المعنى في قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى فإن كان العبد لا رسول يبقى الوحي على حقيقته معصوم فيه لا خطأ فيه وإن كان العبد ولي يبقى هذا يسمى كشف وقد يخطئ الولي في الكشف لعدم عصمته ولكن نسبة الخطأ في الكشف بالولي كلما كان كامل الحال تكون نادرة لماذا؟ لأن الولي محفوظ حفظاه الله أيضا من أن تلتبس عليه الأمور إن كان وليا كاملا المكاشفة إيه هي بقى المكاشفة؟ بيعرفة بالمهادات السري بين متباطنين يعني المكاشفة شيء بطني مش محسوس ده أمر تشعر به في قلبك في باطنك وعلشان كده مهادات السري والسر أمر باطني بين متباطنين فانضار باطن والسر باطن وبالتالي يتهادى الباطنان فيتقاربان ويكشف الشجاب بينهم وتظهر لهم حقائق العلم فتصير معرفة وحقائق المعرفة فتصير حقيقة مهاضح؟ يبا أحنا بتتكلم هنا على سفر الروح وسفر الروح سفر باطني يعني لا يرى بالحس ولا يحسك بالمسافات والكيلو إدراض ولا بالزمن في انتباه؟ يعني ده أمر باطني لا في زمن ولا في مسافة ولا في آلة للسفر وهي في هذا الباب ايه هي بقى معنى المهدى بين المتباطنين في باب المكاشفة؟ جلوه ما وراه الحجاب وجوداً الحجاب هو العلم كلنا يعلم أن الله موجود كلنا يعلم أن الله فعل ما يريده كلنا يعلم أنه ما شاء الله كان وما لم يشعل يقوم كلنا يعلم أن الله الذي أوجد المهودات وأنه ما تحرك متحرك إلا بقوته وما سكن سانك ساكن إلا بطهره كلنا يعلم ذلك هذا بالدليل أما إذا كشف الحجاب فيتحول العلم إلى معرفه وهذه أول خطوة بالمشاهدة أشكرنا أنه بلوغ يعني الوصول إلى ما وراء الحجاب حجاب العلم لأن العلم محبوب وراء الدليل العلم محبوب وراء الدليل لكن لو انتقلت من العلم إلى المعرفة النبي يقول له إيه عرفت فانسة ما يعلمش علم لأنه إيه قال أرى عرش الله ظاهرة وأرى أهل الجنة يتنعمون فيها وأهل النار يتعذبون فيها أرى أرى مش بعينه محسوسة ده أرى هنا بعين روحي لي لأن عين الروح ترى حقائق الإنسان عنده عين في الحس اللي هي عين البصير وعين في القلب اللي هي عين البصير وعين في الروح تشرف على الحقائق واضح؟ اللي هو عبر عنها سيدنا جعفر الصادح وقال لنا أربع عيون لنا أربع عيون عينان في الرأس وعينان في القلب عينان في الرأس اللي هي العين اللي انتشايفينه وعينان في القلب عين على اللي هي البصيرة وعين الروح سموهم اربعين. انا نسموهم ثلاثة وقرار. لان لك جسم وقلب وروح. جسمك يبصر بالعين الباصرة. وقلبك يبصر بعين البصيرة. وروحك تبصر بعين الروح. عين البصر تدرك المحسوس والاجسام والالوان والحركة والسكون. يعني البصر. عين البصيرة تدرك المعاني والقيم. قيمة الشئ ومعناه. يعني انت مثلا اما تشوف واحد ماشي. مين ده? الانسان. عين البصر. لكن عين البصيرة هو دوالي. ده نبي. ده كافر. ده طائع. ده صالح. ده عاصي. تدرك المعنى فيه. بانتباه. يبقى عين البصيرة بتدرك المعنى. لكن عين البصر انسان قاعد قدامنا. لكن اهل البصائب اول ما يمشي ده. يقولك ده والي ده. روح يحق. شوف منور ازاي معاني. يقولك مش شايف نور. لكن هو شاب قلبه ببصرته انه منور. حتى ولو كان جاي لك زنج من افريق. يبقى منور. لانه فيه نور للولاد. يبقى كمين عين البصيرة. لان البصيرة تنظر للقيمة. للمعنى. للمعارف. اما عين الرحبة فتنظر للحقائق. ما وراء هذه الحقائق. اه انا شوفت بصرت انه والد. لكن الحقيقة ايه? ان ربنا اللي تولاد. الحقيقة انه هو مش والد نفسه. ده ربنا هو اللي رطاه والله. ده هو مش الوالد نفسه. ده بايه? بفضل الله عليه. فعين الروح تنظر لفضل الله عليه. وعين البصيرة تنظر لخصيصته وقيمته. لكونه وليه من اهل الخصوص. وعين البصر تنظر اليه كونه رجل كسائر الرجال. وعشان كده الكفار لما شافوا الأنبياء شافوه بعين بصارهم قالوا ايه? ما هذا الا بشر مثلكم يأكلون مما تأكلون منه ويشربون مما تشربون. مش كده برهم? وقالت جمان ده ايه? ده يأكل يمشي في الاسواق. اه لا يأكلون بقى بصروا. لكن الصحابة اللي امنت بالنبي ما شافكش البشرية. شافت المعنى اللي فيها. فقالت ده رسول الله. يأكلون بقى ازاي. يا بقى احنا ما بنتكلم عن الكشف هنا بيقولك ايه? بنوع ما وراء الحجاب. حجاب الحس بقى والعلم. العلم بيضرب الاشياء من خلال الدليل. والدليل حجاب. واضح? لكن لو كشفت وشفتها. مش محتاج دليل بقى. زي ما قلت لك كده. المسال اللي بتقولك زمانة. لما تلاقي عربية ابوك مركونة قدام العمارة اللي انتم ساكنين فيه. السيارة بتاعته لك. تعرف على طول ان ابوك فوق. صح ولا لا? السيارة دليل على ان وجود ابوك فوق. لكن هل لازم لازم ان ابوك ما يمكن خرج وخد تكسر كسام السيارة. مش كده بروح? او واحد صاحبه عدى عليه خلق سيارة. وعشان كده الدليل قد يخينه. الدليل قد يخينه. لكن لو انت دخلت الشقة او لقيت ابوك ده. حتحتاج تبص على السيارة ولا مش كده. مش محتاج الدليل بقى. متى تأجدت وشفت. او سمعت صوت. سماع الصوت بداية كشف الحجاجة. انت بقى ازاي? ثم رؤية العين تمام كشف الحجاجة. ثم محادثته ومعايشته. تبقى ايه? مزولة الحقيقة. تفهمت بقى ازاي? ليه بقى? لانه ممكن لما تعينه يطلع من شابهه. ده كنت توقعه. تقول لشابه مخلق الناطق يا ابن سبحان الله. ولابس بجنبه. ولابس جلبيته. ولابس رائيته. يعني احيانا حتى العين تفضل. لكن اول ما يتكلم خلاص بقى. اه ده ده ابو يا صوته. واهتماماته. وهو ده. هو ده ابو. مش محتاج بقى تدور. شب شبه موجود ولا لأ. عربيته موجودة ولا لأ. مش محتاج بقى ادي معنى كشف الحجاجة. يبقى ازاي? يبقى مكاشفة. يبقى بلوه ما وراه الحجاب. الحجاب اللي هو ايه? الدليل. العلم. وجودة. يعني شهودة. فالشهود هو الموجود. انا لا اشهد الا الموجود. فامتبقى ازاي? افهم كلامهم. لان كلام علماء التصوف له مصطلحات. لو ما تفنتقاش فقرة كلامهم ولا كأنك قريب حاجة ولا فنت حد. هم اليوم اشارة. يبقى ما يقول لك هنا. دنوع ما وراه الحجاب موجودة. يعني الاستغناء عن الدليل ايه? لشهود الايه? المعلومة. يبقى الوجود هو الشهود. والحجاب هو الدليل. العلم. تهم? يبقى اهل المكاشفات مش محتاجين بقى دليل على وجود الله. يقول لك وهل غابة حتى ابحث عن دليل. متى غابة حتى تكون الاثرار هي التي توصل لك? عميت عين لا ترك علي رقيبة وخسرت سطحة عبد لم يجعل له من حبك نصير. ادي كلام الاوليه. اللي هو اما بقى يتعدوا طور ايه? الحجاب العلمي. في انتبقى ازاي? وهي يعني المكاشفة على ثلاث درجات. على عادة. يتبقى اي درجة ايه? اقل فاوصف فاعلى. يعني درجة المبتدي ودرجة المتوسط ودرجة المنتهي. الدرجة الاولى مكاشفة تدل على التحطيط الصحيح. التحطيط الصحيح يعني يعني مطابقة التجليات من المتجل على صفات المتجل. يعني لما ترى تجليات اللي في الافعال وفي الايه? وفي السور. لا تختلف عليك من حقائقها. فترى حكمته فيها. فلا تعترف. فهم? لكن الناس اللي همه مش بهذا المقام يعترف. ولا كده الحلق اللي بيه لو ده. مش كده رزق الهد على المجانين. كأن الأقدار ما فيهاش حكمة. لكن التاني المكاشف ده. يرى التجليات مطابقة للحقائق والحكمة. فمعنوش اعتراض خلاص. يقولك ليس في الامكان. ابدع من مكان. فهي انت بقى مسألة. فده حالة تانية. عشان كده قال ايه? مكاشفة دوله على التحطيق الصحيح. التحطيق الصحيح. يعني مطالعة تجليات الاسماء والصفات. وتجليات الاسماء والصفات بالأكوان لا تخلو من حكمة. وهي ان تكون مستديمة. لو كانت مستديمة المطالعة دي على طول معان. يبا دي الدرجة الولى متقطعة. الحالة دي تبقى متقطعة معان. احيان و احيان. لكن لو استدامت يبقى في الدرجة التانية. في انتباه. الدرجة الاولى مكاشفة تدل على التحطيق الصحيح وهي ان تكون مستديمة. فاذا كانت حينا دون حين. اللي انتباه جالولى يعني حينا دون حين. فاذا كانت حينا دون حين. لم يعارض التفرق. غير ان الغين او العين. ربما شاب مطاح. لما تبقى حين دون حين. تبقى ايه في غين. غين يعني نوع من الغشاء والحجاب الرقيق. يعني يرى الحقائل من وراء حجاب رقيق شفاف. يسموه غين. لكن لما يبقى سميك يسموه ران. ولما يبقى لا يرفع يسموه ختم. يبقى ختمة رانة غانة. والغان هو اخف الحجاب. في انتباه ازاي؟ النبي صلى الله يقول له ايه? نوع لا يغانوا على قلب. يغشان سحابة معاصي امته. تأزي في قلبه. لانه هو حريص على امته. فمعاصي امته بتأزيه. بتعمله غينة كده في قلبه. يوم يعد يستغفر لامته حتى يزول هذا الغين. عشان كده قال له ايه? نوع لا يغانوا على قلبه لولا استغفر الله في اليوم اتمره. فهي انتباه؟ يبقى الغين ده اخف والحجاب. اللي انت تشوف زي ما تقول حافة ستارة شفافة. ستارة بس تستار برضو لسه تستار. بانتباه ازاي؟ غير ان الغينة ممكن تقول العين. العين يعني ايه؟ يعني العبودية. يعني لسه شاعر بالانة. لما يبقى شاعر بالانة اذا ررد لنفسه زال كشفه. اذا غاب عن نفسه ظهر الكشف. اذا غاب عن نفسك دواما استمر الكشف دواما. بانتباه المسألة ايه ممكن على معنى العين وعلى الله يقول اتنين معنى نفسك. لان عينك غينك. نفسك حجابك يعني. عينك ليه نفسك. هي غينك يعني حجابك. فممكن تقول العين وتقول الغين. اتنين معنى. ربما شاب مقامه. يبقى الغين ربما يعني يعني احيانا. شاب مقامه يعني يغوش. يغلوش. على مقام المشاهدة. انت ازاي؟ على المتقطع. بيرضى في المقام الاول. على انه قد بلغ مبلغا لا يقطعه قاطع. ولا يلويه سبب ولا يلويه حظ. الا انه بالرغم تقطع هذه المشاهدة. الا انه دائم القصد الى الله بقوة العزم لا ينين. احنا ارناك باب القصد. اناك. بقسم الاصول. ان القصد ده لا يشوش ومشوش. ولا يقطعه قاطع. يعني هدنتك. في سيرك الى الله لا يقطعه قاطع. لا يقطعه مرة ولا عفية. ولا سرور ولا حزن. ولا فقر ولا غنى. تهمت ازاي؟ ليه؟ لان من شدة شوقك الى مولاك لا يقطعه قاطع. ولا حتى تعب وعناك ولا نم شوي. لا ما يستريحك. من شدة شوقي لمحجوب. تهم؟ ده اسم القصد. يعني كأن غاية القصد بداية المشاهدة. التي فيها التقطيع. تهم؟ فاذا اتقى دامت. فاذا دامت تمكن في المنطقة الثانية من المشاهدة. فاذا استدامت فهي الدرجة الثانية. تهمت كلام الشيخ بقى؟ اما الدرجة الثالثة بقى؟ ها ده الدرجة التانية. خد بالك ان ده بيقالع التجليات. تجليات الاسماء والصفات. اما بالتقطع في الدرجة الاولى او بالدوام في الدرجة التانية. لكن الدرجة التانية ايه؟ يكاشف بايه؟ بالمتجلي. مش بالتجلي. يعني انتقل من عين الفرق الى عين الجمع. فمهما تعددت التجليات فالمتجلي واحد فاينما تولوا. فدام وجو الله اللي احنا نقول عليها وحدة السبو. تهمت ازاي؟ فالتجليات تتعدى. لكن المتجلي واحد. فيبطقي هنا من تعدد التجليات واثارها الى مشاهدة عين المتجلي. اي ان المتجلي متعين واحد مهما تعددت التجليات. ديه بدرجة التالتة في المتجلي. فمكاشفة عين لا مكاشفة علم ولا مكاشفة حال. لان مكاشفة العلم تديلك المعارف ومكاشفة الحال تديلك المقام. لكن مكاشفة العين تديك الحقابة. فانت بقى ازاي؟ وهي مكاشفة لا تذر سمة تشينه الى التنزاز نوتل. عند الجمع بقى حيث انك تراه به تشاهده به لا بنفسك. فتفنى البشرية والعبودية ولا يبقى الا الربوبية فمن هو قائم على كل نفس بمكاشفة. فتشاهده به كنت عينه كنت بصره كنت هو. في انت بقى. يبقى ساعدها لما تشاهده به انت فانين. لان لو رجعت نفسك وقلت او انا لبشاهك لزلت للدرجة التانية. لان في الان. وليس انا معه. في انت بيه. لست معه انت بيه. هو الذي معك اما انت فبيه. وهو معكم اينما كنتم. قالش انتم معي اينما كنتم. فالمعية صفة الرب. فهمت بقى ازاي? المعية صفة الرب. والقرد صفة الرب. والبعد صفة العبد. اذا سألك عبادي عني فاني ايه? قريب. اني قريب. يبقى القرد صفة الرب. اني قريب. يعني معناه ان العبد بعيد. مش كلا برضو. يبقى بقعد صفة العبد. بخلاف بقى الجماعة الوهابية مش فاهمين. يقرى الاية. يقول اذا سألك عبادي فاني قريب تبقى انت قريب. الله. ده هو يقول اني قريب. تقول لي انت قريب. يا انت صفة الرب للعبد جاهل. يبدلون الكلمة عن مواضيع. يصفك بصفة الرب. ويقولك احنا موحد. موحدة. لانت وصبت العبد بصفة الرب وهذا محادي. فانت فر من ايه من الشرك فوقع الشرك. لكن ايه? يقول فاني قريب. طب ولعب. اولئك اونا دونا من مكان بعيد. ليه من مكان بعيد? لانهم مش يوش ورا النبي. لو راحوا سألوا النبي لو وجدوا قريب. عشان كده اذا سألك عبادي عني. فاني لا تستشعروا بقرب المولى الا من خلال باب النبي. بهمت بقى ازاي؟ بشكل اذا سألك عبادي عني. لا تستشعروا قرب الا من باب القريب. اللي هو النبي اقرب الخلط الى الله. بهمت ياخد بيلك الرب يوم يشعرك بقربيك. بهمت تشيروا الى التزاز او تلجئ الى توقف او توقف على رسم. الرسم يعني 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 العبودية. وشعورك باللزة دليل ان الاسحك انت موجود. لكن احنا بنقول ان المشاهدة في الدرجة التالثة فناء وجودك في الوجود الحق. فهمت ازاي؟ فلا تشعر لبالتزاز ولا بغيرك. لدرجة احيانا احيانا يتكلم الولي في هذه الحالة على لسان الرب. فأقول سبحاني ما اعدى مشانا. ويقصد الرب لا يقصد نفسه. فانت بقى ازاي؟ ولكن هذا يسمى شطحات وهذا نقص في الكمال. واضح. ليه شطحات؟ لانه سيصير الاعترار. لكن هو في ذاته محق لانه مش يكلم على لسان العبودية اسفني عن كل شيء. فهو يتكلمون على ايه؟ على لسان الربوبية. اللي هو فمن هو قائم على كل نفس وبين نفسه. على شكرا بيقول ايه؟ المكشفة الاخيرة دي لا تظهر سمة تشيره الى التزاز او تلقي الى توقف او توقف على رسم. وغاية وضي المكشفة. يبقى ما توصل للدرجة دي؟ توصل لبقى المشاهدة اللي حنتكلم عليه دلوقتي بقى. يبقى انتقيته على كل بقى. دخلت في المشاهدة. يبقى تبي مكشفة تنتهي من مشاهدة. انتبقى المسألة. نرجع داني في اول ايه؟ المكشفة. لتعريض. انا بعيد وزيد ليه؟ لانه كلامهم عميل. واحيانا مهما شرحت يلتبس واللي مش عايشه ممكن يتلقى. يقول ايه؟ مهادات السر بين متباطنين. يعني في المكشفة في الاول خالص. ليه المتباطنين؟ يعني شيء باطني يعني شيء من وراء الحس. متباطن يعني ايه؟ يعني باطني. يعني لا يرى لا يحس لا يوزن لا يلمس لا يوزن. عشان ينفي الكشف السوري العيني الذي قد يحبث للانسان برياضة نفسه. ولكن هذا يبقى كشف سوري في عالم المثال. وهذا يحبثه للذي ترول على طريق الحق أو على طريق الباطن. ممكن يحصل واحد سيخة. هندوسي. بيلعب يوجد. يجي له كشف سوري. لدرجة ممكن يخبلك بمعراء الجدار. بتحصل كده الناس في السيخ والهندوس وبتاعته. انت ازاي؟ علماء الطاقة بقى اللي يقولها مش بتوع الطاقة. طالعين اليوم هندورة. اه ده ده كشف سوري يأتيه من عالم المثال وهذا مشوش غير مواصر. فإياكا اياكا. مشوش غير مواصر. وعلى شكل متباطنين ليخرج الكشف السوري من عالم المثال الذي يشترك فيه الذي يروض نفسه على طريق الحق والذي يروض نفسه على أي طريق كان فيتساوى فيه الانسان لأنها من أسرار النفس البشرية التي خلقها الله سواء كان تقديل نفس مؤمنة أو كفرة. فهي فيها أسرار. النفس ذاتها فيها أسرار. فكلما حاولت تروضها بأي طريق كان تكتشف عجائب فيها. ومن عجائبها أن يحدث لها الكشف السوري له. لدرجة أحيانا يؤثر من بعد. يؤثر من بعد. يعني مثلا انت قاعد في أمريكا وهو قاعد هنا في لازل. يقوم ايه؟ يخلي قلبك يضعب له. وهو قاعد هنا. يؤثر على قلبك من بعد. اللي بيسموه ايه؟ اللي هو التأثير عن قعدة. اللي منه التنويم المغناطيسي. منه التنويم المغناطيسي. فرعي من فروعي. بس دي كلها أسرار في النفس. ملاش علاقة برؤية الحقائق اللي احنا بنتكلم فيها لأن دي خاصة اهل ايه؟ اهل طريق الحق. وعشان كده قالوا متباطنين عشان يخرق الكشف السوري. اللي ممكن تجده عند بعض طوائف غير المسلمين. فلا تنشغل به. لان ده لا يوصل. ده يوصل. اشتركوا في القناة. 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 بمعرفش بيته بعد ده. اعلمت ازاي? بس قاعد يلعب واستمتع. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبالغنا اجلنا الذي اجلت لنا. قال النار ومتواك وخالبين فيها. بهمت المعنى بقى لان نقطعهم. قل ما النباها عليها. عد عليها بالنواجز. بلا تعترب اللي جاءهم لكي تليزيون من عجائب ايه المخلوقات. والبشر. وهم لا يعرفوا النبي ولا يعرفوا القرآن. وتقول لهم هم لا نوصلوش لحقائق يا أستاذ. لو وصلوا لعجائب النفس. ولكن لم يصلوا الى خالة النفس. واحنا مقصودنا الوصول الى خالة النفس. فاحنا همتنا اعلى. وبالتالي مش فاضين نخش الملاهن. ونقعد نتمرجح ونتمطق. ونبقى قرود في الغابة. قاعدين ننط من شجرة لشجرة لحد ما هيجي الاجل ونوصلناش لحاجة. غاية ما ونالك كم موزة كلناها وكم شجرة اتمجحنا فيها. ده بقى انت ارادات. وعلى شك كده هيقول لي ايه يا شهرنا الامام الغزالي من ليس له ارد فوقرد. ادي كلام الغزالي. ليه لانه حيتنقل في عجائب النفس كما يتنقل ايه الارد في عجائب النخلقات. بهم? ويضيع عمره بهباب. ما ينصلش لحاجة. كل ده اقولك فين? وطباطنيني. عشان يخرجك من الكشف الصوري. في عالم النساء. الذي قد يقع عليك ولو وقع عليك الا انت في الله. لانه ممكن يقع للولي احيانا. فلو التفت اليه انقطع. انقطع سيره. وهو نقص في سرينه. وحصل لسيدنا الشيخ اسماعيل صدق العظم. وحكالها. باستفتنيات حصل له هذا الكشف الصوري. حتى انه كان يدخل عليه الانسان يعرف كان بيعمل ايه من شوية. وهو مش معاه. يبص في عين ويعرف معصيه. لكن الشيخ اسماعيل قال ايه انه لما حصل له هذا الحال شعر انه انشغل بالاكوان على المكون. وكده ينقطع. فعمل عمره ويقول لك تعلق في اسفل الكعب ان ربنا يكشف عنه وادا الكشف. ويرجعه تاني. للسلوب بقى. مش تفرح به. لا. لانه هو عالم. مفرحش به. تعتبرهم احنا. والجاهل يفتكروا منحة. يقوم يعيش معاه بقى بقى حاوي ما بقاش ولي. بقى حاوي. فهمت ازاي لكن ما بقاش ولي. الناس تكتمع عليه السلام طوابير. فهمت ازاي. اه بس بقى ايه. ما بقاش ولي. انقطع ما سبيل. فاياك اياك. لو حصل لك. لو حصل لك اياك انت انتفت لها. عشان كده يقول لك المشاهدة بقى. في السفر التاني. دي بين متباطنين يا استاذ. بينك وبين الله. مش بينك وبين الخلق. ولا النفس. بقى انت ازاي. تبين انت مهمة. باب المشاهدة. قال الله تعالى ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او قلقى السمع وهو شهيد. اصل شهيد. كلمة فعيل دي. زي حميد. وشاهيد. ورحيم. فعيل. فؤاد دي معنى فاعل ومفروض. فاعل ومفروض. يعني كأن شهيد تنفع شاهد ومشروض. مش كده برضو. وهو بيتكلم هنا باب المشاهدة. فقال قلب السمع وهو شهيد يعني مشاهد. وهو شهيد يعني ايه؟ يعني مشاهد. تقيمت ازاي؟ بدلة على ان هناك حال اسمها المشاهدة. من الآية. زي ما نقول ايه؟ مجيد. ماجد وممجد. حميد. حامد ومحمود. حميد بمعنى حامد ومعنى محمود. انتبقى ازاي؟ فنفس الحكاية. المشاهدة جابة عن النقية ايه؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب يعني قلب ناظر للحق. نتمكن. ما احنا قلقين اخر حاجة نتمكن. تهمهم. او القى السمع يعني سمع العظم. انت ازاي؟ وهو شهيد. يعني معنى ايه؟ يعني صار مشاهدا ويسمع المحادثات بينه وبين الحق. يحادثه في باقينه. وعشان كلا النفاري لو كتاب اسمه ايه؟ الموافقات ومحادثات. ويهي والحاجات بكلها كان بيتكلم على على كلام الحق في بطني. لسفريه الثاني. بكتاب النفاري. في المواقف. يقول اوقفني وقال لي كتاب. اوقفني وقال لي كتاب. قال له فين؟ قال له بسمع قلبي. تهمت ازاي؟ المشاهدة سقوط الحجاب يبقى التن. يبقى هناك المكاشفة الحجاب يتشال بالتدريب. حبة بحبة. حبة بحبة. حبة بحبة. حبة بايه؟ اه ايه؟ رقيب جدا. اول ما توصل المشاهدة يتشال خالص. تترفع السيطان خالص. يبقى ازاي؟ المشاهدة سقوط الحجاب بد تن. وهي قوق المكاشفة. لان المكاشفة ولاية النعت. وفيها شيء من بقايا الرسم. ولاية الصفة يعني. يعني كأن المكاشفة تنظر للصفات. وفيها شيء من بقايا الرسم. لانك بتنظر بايه؟ بعين قلبك. لا بعين ربك. اشان كده لسه فيها بقايا من الرسم. اما المشاهدة. ولاية العين او الذات. لا ترى بقى الصفات ولا الأفعال بقى الصفات والفاعل. ولاية العين او الذات. وهي على ثلاث درجات. الدرجة الاولى مشاهدة معرفة. بجري فوق حدود العلم. او ان المعارف فوق العلوب. العلوب تحتاج لدلائل والدلائل قواطر وحبو. فهي مشاهدة معرفة في لوائح نور الوجود. الدرجة الاولى مشاهدة معرفة. الدرجة الاولى مشاهدة المعارف. وبعدين. الدرجة التانية مشاهدة المعاني. والدرجة التالية مشاهدة الزاد. بقى امتبقى ازاي؟ يبقى الاولى دية. مشاهدة معرفة. بجري فوق حدود العلم. لان خلاص احنا قلنا المعارف لان تحتاج لدلائل. او اسواب دلائل في اداة العلم. في لوائح نور الوجود. نور الوجود. نور المكاشفة. الوجود الحق. ويقولك لوائح ليه؟ عشان بيدي وروح. مش على طول كده. لم تشرك شمس يسموها بوارك. بواده. يعبروا عنها كذا تعبيل. يقولك بوارك الحق. بواده الحقيقة. بواده الحقيقة. لوائح الحقيقة. كل دي تعبيرات مختلفة المعنى واحدة. دليل انها بتحصل للانسان زي البرق. كده لحظة تنوره وبعدين ايه؟ بتغيير. بس لحظة ما نورته وشاهد حاجة. صعيم ما تحققش منها. بس عرف ان في حاجة مهمة. دليل ازاي؟ لكن ما تحققش منها لسه. لانه لسه في الدرجة الأولى. دليل؟ في لوائح حموم الوجود. منيخة بفناء الجمع. يعني ايه؟ يعني توصلوا بالتدريب كده كأنه مسافر مسافر في سفره على ناقة. الناقة دي اللي هي نفسه. شايلة روح ومشي. والنبي صلى الله عليه وسلم نترك الى الله. نترك بظهر. بقينا بشفق ان كنت في سفرك الثاني سافر على ناقة النفس التي تتهدى زي ما ناقة تنشي تتهدى كده بالراحة. ليه؟ لانها تتبقي بالتدريب حبا حبا. لحد ما تصل على فناء الجمع. فناء الجمع يعني بالتدريب تتخفف من أسفلها من أسفلها من أسفلها حتى تصل الى انها قائمة بالله وليست قائمة بنفسها. فيجتمع حالها فلا ترى نفسها إلا لا حول ركوة إلا بالله. فتجتمع مع مقويها ومع موجده. تهمت بقى ازاي؟ فتصل على فناء الجمع. فلا يرى التفرق لا يرى نفسها انه فاعل لا يرى نفسها انه مسافر بل يرى نفسها انه مسافر دي. محمول. تهمت ازاي؟ عشان كده التشبيه لطيف يعني. منيخة بفناء الجمع. الدرجة تانية قولي دي مشاهدة معارف. نيجي بقى لمشاهدة المعاني. اللي هي المعينة. مشاهدة معينة تقطع شبال الشواهد. اه دي بقى ليسا منها شبال لأنه تجذبه إلى المشاهدة. زي زي من الحبل يجذبك كده. فكأن المشاهدة الاولى التي كان يشاهد فيها المعارف جذبته فترقت دي. مشاهدة معينة تقطع وخبال الشواهد. الشواهد هي البوارث واللوائح والبوارث التي تلوح. افهم كلام الشيخ. ايه انت ازاي؟ وتلبس نعوت القدس. تلبس وهو مشاهدة اللي هتلبس. ده هو اللي هتلبسه. سبحانه وتعالى. نعوت القدس. اللي يا قدس الزات عن تعدد المظاهر والتجليات. فتتقدس عن التعدد فهي واحدة بما بالرغم تعددات مظاهرها. فهو الظاهر في كل المظاهر. فلم تؤثر الايه؟ تعدد التجليات على وحدة الزات. عشان كنا تقدسه من التعدد الى الوحدة. تقدسه من التعدد الى الوحدة. فيهم؟ وتخلص ألسنة الاشارات. لان تملي لما توصل وتعاين الحقائق مش محتاج تشير اليها. ما انت بقيت معاه. فهمت ازاي؟ دي الدرجة التانية. والدرجة التالية بقى. هو احنا قالنا ان هو ايه؟ اناخى بفناء الجامع. لكن ما دخلش في حقيقة الجامع. الدرجة التالية بقى. يكفر في الجامع. فيفنى عن كله فيبقى ببقاء الباب. يبقى دي حالة روحانية عالية لان الروح بقية ببقاء خالقنا. اما كل ما سوى الروح يفنى. الجسد يفنى والنفس يفنى والخلبي يفنى وكل يموت. ايه لا الروح دي بقى؟ تهمت ازاي؟ وعلشان كده مشاهدة جامع في اجزبه الى عين الجامع. فياشهد الحق بحق. ساعتها بقى هياشهد الحق بايه؟ دي الحق. كنت سمعه وكنت بصرة. مالكة لصحة الوارد. اللي انا قلتها في صلاة ايه؟ صلاة الباقي؟ في صلاة اسماليا الحسنة. فهكون فانيا في عين بقائب وباقيا في عين فنائب. والمعنى ده انا قلتها هناك في صلاة الباقي. نفس المعنى. اللي هي الحالة العالية من احوال المشاهدة. تهمت بقى الثانية. راكبة بحر الوجود. راكبة يعني كهنة. في سفينة بحر الوجود السرمدي الذي لا يزور. الدائم. وليس المبحر الوجود السرمدي لتموجات التجليات في هذا البحر. فلا ساحل لك. تهمت بقى الكلام. ربنا يرقينا وينقينا. يفهمنا ويعيشنا هذين معاكم. باب المعينة الباب الأثير حتى لا نبثل عليكم. قال الله تعالى انا مترى الى ربك كيف نتضل. ترى يعني تعاين. ترى يعني تعاين. والعين هنا عين الروح. تبدأ بعين البصيرة. البصر. عين البصر بتشوف انت. ان ظل الشيء دليل على ان هناك شيء موجود. فانت لا ترى الا الظل. لكن لما رأيت الظل علمت ان هناك نور انعكس. على منعكس فصار ظله. فمن خلال الظل. ادركت النور. وادركت العدم وادركت الوجود. كل ده في الظل. فهمت ازاي. الم ترى الى ربك كيف مدى الظل. ولو شاء لجعله. يعني الم ترى الى تجليات انوار ظهور ربك. فظهرت الظلال في الاكوان. وكأن الاكوان ما هي الا ظلال واثار انوار الموجود. تهمت بها المعنى. لكن لا تردك هذا المعنى الا لما كنت ترقيت من عين الحس الى عين البصيرة. لان الكافر موجود يرى الظل. لكن يرى الظل هو ظل الجبل. ده ظل الشجرة. ده ظل الانسان. طيب هو الانسان موجود بذاته. من الذي اظهره اصلا. هو الله. فمن خلال الظل يرى نور المنعكس من الموجود الاصل. يبقى يسموها ايه دي بقى ايه. نور البصيرة بقى. يرى ما وراء المحسوس. يعني كأن الظل رمز. رمز الوجود الموجود. اذ لو لا الموجود ما انعكس نور الوجود. على ظلمة الايه المعدوم. فانعكتت الظلال. وعشا كده قال ان ترى الى ربك كيف مدى الظلال. ولو شاء لجعله ساكنا. ثم جعلنا الشمس شمس المعارف. عليه دليلا. على نور الوجود. ونور الوجود تدل على الموجود. انت ازاي؟ لولا الظاهر ما ظهرت المظاهر. لولا الظاهر ما ظهرت المظاهر. لان فقد الشيء لا يعطيه. فلما ظهرت دل على ان هناك مظهر لك. فلابد الذي اظهرك يكون اغغر منك. لانك استمددت ظهورك منه. ولابد ان تستمدت ممن يكون ظهوره اعام. فما انت الا ظل وجوده. فهمت بقى ازاي؟ لانك قمت به. لانك قمت به. لانك قمت به. اللهم لك الحمد انا بك والي. انا بك والي. ازاي بحديس النماجة. عين الرأسة تدرك المحسوس زي ما قلت لك. وعين. القلب تدرك المعاني. ربنا قال على عين القلب ايه؟ انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوبه التي في الصدور. فربنا الكتنة. يعني بيرنا من قلب لعينه. انها لا تعمل ابصار. لكن كلم عين البصرة ليه. فلم يسيروا في الارض. فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلين لعين البصرة. عشان تعتبط. ممكن تنظر بالحس ولا تعتبر. لانك نظرت بعين الحس دون نظر بعين البصيرة. فلو نظرت بالحس ثم انعكس المحسوس الى عين البصيرة. حصل الاعتبار. فعلى شك كده فاعتبروا يا اولي الابصار. بصر الحس وبصر القلب اللي هي البصيرة وبصر الروح. جماعة فاعتبروا يا اولي الابصار. انما اللي ينظر ببصر العين بس. مفيش اعتبار. محبوب. لا يعلمون الا غاهرة من الحياة الدونية. وهم عن الاخرة هم غافلون. مش شايفين حاجة. الا جبل وقرب وحيوان وانسان. وحبر وشبر. وخلاص. مش شايفون كده. مفيش بقى ايه. لان ايه. فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فربنا بينا لذلك في الكتاب. انه هناك بصر وبصيرة. وهناك ايه ايه. عين الحقيق. فلم ترى الى ربك كيف مدى الظلة. المعينة ثلاثة. احداها معينة الابصار. اللي هو بصر الحس. ومعلقش عليها كتير لان كل الناس متزاوية فيها. لكن الناس بعد كده تتفاوت بانه بصر الحس يحصل مع البصيرة يأتي الاعتبار. وانشاك كده تتكلم بعد كده بعينة عين القلب. اللي هي البصيرة بقى. بعينة عين القلب. وهي معرفة الشيء على نعتيه علما يقطع الريبا. معرفة الشيء على صفته. فرعاونا كان عايز يشوف ربنا بعين في البصر. كده فرعاونا. يا همانو بدي لي صرحة لعلي أولي الله اسباب اسباب السماوات اللي قال طالعة بعيني. دي جاي لا يا موسى. زمن منه ان ربنا في السبا فوق كده. زي بعض الوهبين. يعني ربنا في جهة يعني. يا باوة. يا باوة. لكن سبا سيدنا موسى قال له لي. لما قال له. وما رب العالمين. قال وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مقيمين. كلمها ايه بالنعوت. بالصفات. ليه؟ لأنه لا يستطيع. بعين قلبه بصيرته أن يعاين الحق. لكن يعاين أصلا. صفته. لأن عين القلب غير قادرة على معينة الزوات. بل هي ترى المعاني والعبر. بهم في ازاي؟ وعلى شكلها ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. قال له بصفاته. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. رب المشيك والمغرب وينهما إن كنتم مقنين. رب السعود وان ربهم وينهما وهكذا. يبقى كلمه بنعوت وصفات الزات. ولم يكلمه على الزات حيث أنه لا يستطيع رؤية الزات لا بعين بصره ولا بعين بصيرته. ولكن أراد أن ينقله من عين البصر التي حجبته بالمحسوس إلى عين البصير التي تدرك ما وراء المحسوس فتعتبره. كيف؟ معينة عين القلب ومعرفة الشيء على نعته يعني على صفته. علما يقطع الريب ولا يشوفه حيرا. وهذه معينة بشواهد العلم العلم المستنير. لأن فيه علم سطحي. اللي أنت تشوف فيه الأشياء كده على ظواهره. لكن فيه علم مستنير. فترى الأشياء وتعلم أن هناك من ينحركها. من يدبرها. من يقوم بها. من يرزقها. من أوجدها. آي ما ده علم دهكاني؟ علم مستنير. يعني يرى ما وراء الحس. اللي هو قال عليه الصحابي البعرة ضدوا على البعير والأثر يضدوا على المسير. والكذا. ما فلا يضد ذلك على ذات العليم الظبير. وهذه معينة بشواهد العلم. والثانية معينة عين الروح. الثالثة معينة عين الروح. الثالثة. نحن أولنا ثلاث حاجات. عين البصر. عين البصيرة. عين الروح. عين الروح تدرك ايه؟ الروح من عالم الأمر. والأمر من عالم الحقيقة. وبالتالي عين الروح تدرك الحقائق. فترى الحقائق الإلهية والنعود الإلهية. الصمضانية. التي لا تستطيع تدرك عين القلب. والثالثة. معينة عين الروح. وهي التي تعين الحق عيانا مخضن. لأن الحق هنا اللي هو هي. اللي هو مش الحق لوالرانه. الحق لوالحقيقة. التي من ورائها الله. الحق هنا هي الحقيقة التي من ورائها. الحق لوالرانه. لماذا؟ لأن عين الروح لا تستطيع أن ترى الله إلا أمتفن فتراه بعينه. لأن عين الروح ما زالت حادثة. والحادث غير قادر على رؤية القدير. يبقى لكن يرى حقائق القدير. تهيبت بقى ذلك. هاشا كرة ما يقول إيه؟ تعين الحق عيانا محبن. أقصد الحق وهو الحقيقة الذي هو خلاف الباطل. إن الباطل كان زوج. تهيبت بقى؟ أيها موراء الحقائق التي تدل عليه. فخاطبته هذه الحقيقة من وراء حجاب. من وراء حجاب إيه؟ المخلوق. لأنه مخلوق. لأنه مخلوق. فمن وراء خلقه. يبقى إيه؟ وهي التي تعين الحق عيانا محبن والأرواح إنما. تهرت وأكرمت بالبقاء. ما هي الحقيقة باقية. فالباقي يرى الباطل. والروح بقية منذ الخلقاء لا تفهم. وعلى شك كده الروح تعين الحقائق لأن الحقائق بقية لا تفهم. فالباقي يرى الباطل. فهمت إزاي؟ والأرواح إنما تهرت وأكرمت بالبقاء. تهرت عن الحضر. لأنها من عالم الأمر. مش من عالم الشهور والخلق. فتهرت عن تكون محبوبة بالخلق. فهي من عالم الأمر. يسألونك عن الروح كل الروح إيه؟ من أمر ربي. فربنا يقول ألا لو الخلق والأمر. فهمت إزاي؟ فهي من عالم الأمر. يعني من عالم الجبروت. وليس من عالم الملك والملكوت. فهو عالم أرقب. عالم الإرادة. والإرادات حق. فيتسير وترى الحقائق. تهمت إزاي؟ والأرواح إنما تهرت وأكرمت بالبقاء. لتعين سناء الحضر. تتعين إيه؟ سناء الحضر يعني نعوت الحقائق. وليس في الحق ذاته. لأنه لو عينت الحق ذاته ما بقيت. لأنه لو تجلى بذاته لقهر سواه فلا يبقى معه شيء. ليس كده برضو؟ وأكرمت بالبقاء لبعين سناء الحضر وتشاهد بها العزة. العزة اللي هي إيه؟ رداء الكبرياء الذي إذا رفع لا يبقى معه سواه. فيترى رداء العزة فهو عزيز أي تعزز بكبريائه عن أن تدرك ذاته ولكن يدرك آثار الزات. بقيمت إزاي؟ هذه معنى العزيز. عزيز يعني لا يبقى. وتشاهد بها العزة مش العزيز. وتشاهد بها الكبرياء مش المتكبه. بقيمت يا أستاذ؟ وتجذب القلوب إلى فناء الحضرة. تقوم بالتدريب دروب منجازبة إلى فناء الحضرة فتفنى فيها فترى الله بالله. وزعتها لتدرك أنها رأى لأنها لم يكن لها وجودها. والله يدرك ذاته بذاته. حيث تفنى الزواجب. وأن إلى ربك المنتهى. والله تعالى أعلى وعلى. سبحانه وتعالى الله محمد. أشهد والله إلا الله. نستردوك ونأتيك إليه. وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.